وللحديث عن قانون الولاية على المال الذي كان محور جلسات الحوار المجتمعية ضموا إلينا عبر الهاتف الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني دكتور نسرين بعد التحية يعني حدثين عن مشكلات الوصي على المال والتي سلزمت حوارا مجتمعيا لوضعه على المسار الصحيح أهلا مرحبا بحضرتك هو الحقيقة هذه النقطة تشغل الجدل المجتمعي منذ فترة طويلة وقبل أن تطرح في إطار الدراما التي علاجت هذه القضية وحينما تم طرح هذا الموضوع أمام الحوار الوطني كانت هناك أيضا مناقشات من قبل بعض التجارب الواقعية الحياتية التي وضحت بعض من المعاناة التي تعانيها الأم في إطار يعني رعاية القصر وفي إطار هذا القانون وفي إطار الوصيح المسألة الأخرى كان هناك العديد من الخبراء والعديد من الأحزاب التي قدمت رؤاها وأيضا هناك من من المتخصصين في القانون الذين قدموا مقترحات حول تعديل بعض البنوت والحقيقة خرجت التوصيات في إطار الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وأعطاء الأولوية لمراعاة المصالح الفضلة للطفل ويمكن كما اشتعرض التقرير الذي كان يداع منذ دقائق أن هناك كان الاتفاق على عدد من النقاط الرئيسة فيما يخص تغيير القيمة وفقا للأوضاع الاقتصادية سرعة البت في الإجراءات التقادي رقمانة النيابات الحسبية تقسيط مبلغ مالي للولي في الحالات العادلة وتقسيط الإجراءات الحصول عليه ثم أيضا زيادة عدد الخبراء وزيادة عدد السادة القضاء في محاكم الأسرة وتحسين أوضاع الأسرة وفي النهاية كان هناك مقترح أو التأكيد على أن الوصاية في الجد للأب من الممكن أن يتم أن يعاد النظر فيها وأن تقول للأم مباشرة حيث أن ذلك لا يخالف الشريع نعم الدكتورة نثرين البغدادي مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك